سمير أبو دهيس، مواطن أردني يحتفظ بمنزله أكثر من 25 ألف قطعة أثرية جمعها على مدى 63 عاماً خلال زياراته المتكررة إلى المعارض العربية والعالمية والمزادات والمتاجر الخاصة وقد قام بشرائها على حسابه الخاص بعد أن باع معظم ممتلكاته من الأراضي والعقارات وتعود هذه القطع الأثرية إلى ماضي منطقة الشرق الأوسط وتاريخ الأردني والمنطقة العربية ويقدر أبو دهيس البالغ من العمر 83 عاماً قيمة مقتنياته بمئات الألوف من الدنانير ومن بين هذه المقتنيات عملات معدنية وطوابع قديمة وصور نادرة اشترها من مزادات مختلفة ومتاجر ومعارضة متخصصة موضحاً أن لكل قطعة في منزله لها تاريخ وحكاية